حسنا حسنا الممثلين ماتيو مكانهي ومارغوت روبي وروبرت دينيرو وكريستين بيل ومجموعة ثانية من الممثلين وفاز بالتصويت الممثل ماتيو مكانهي وعلى كل حال سبق وقلت لكم انه راح اسوي فيديو لكل الممثلين اللي في المراكز الأربع الأولى وبعدها راح نفتح التصويت من جديد ونرشح ممثلين مختلفين وعلى كده فلو منتم تابعني على الانستغرام راح تلاقي الرابط في الوصف تعال تابعني هناك بحث تشارك معنا في التصويت المرة الجاية أما اليوم عزائي المتابعين العظماء راح نتكلم عن الممثل والمنتج ماتيو مكانهي أو معليش اليوم راح نتكلم عن الأستاذ في جامعة تيكسس ماتيو ديفيد مكانهي يا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه كل عام انتم بخير وعافية يا رب خلاص هذا آخر فيديو في هذه الغرفة الجميلة لاني خلال الأيام القادمة راح أنقل إلى بيت جديد وأتمنى أني أقدر أحاكي الخلفية اللي وراي قدر الإمكان لأنها مرة عجبتني وراح أشتاق لا والله وعشان لا يكثر الكلام خلونا نبدأ ماتيو ديفيد مكانهي ولد في الرابع من نوفمبر من العام 1969 في ولاية تكسس الأمريكية يعني عمره إلى تاريخ هذا الفيديو خمسين سنة عائلة عائلة مكانهي عائلة جدا كبيرة ولها أصول قديمة وتنحدر عائلتهم من أصول إيرلندية وإنجليزية وألمانية وسكتلندية وسويدية وبرضو بعض الجذور الإيرلندية المختلفة ميكس ولا في الأحلام أمه هي ماري كاثلين معلمة رياض أطفال سابقة وهي اللي درسته في نفس المدرسة أو الروضة اللي كان يدرس فيها وهو صغير تعرفوني جماعة هذاك الشعور لما كنا في المدرسة إذا شفنا واحد من الطلاب أبوه معلم في نفس المدرسة شعور يقهر صح هو معاه بابا أنا ما معايا بابا يب ماتيو ما يجرب هذا الشعور لأنه هو هذاك الطالب اللي معاه بابا عفوا ماما أما والده فهو جيمس دونالد وكان يشتغل كمدير لعمليات تمديد أنابيب النفط في ولاية لويزيانا وهي ولاية تقع بالقرب من ولاية تكسس عد هذه أهم جزئية إذا أنتم فاكرين كل ممثل نتكلم عن ماضيه لازم نتطمن على أمه وأبوه هل انفصلوا ولا لا لأنه هالشيء مسبب لنا عقدة في القناة كل ما تكلمنا عن ممثل يطلع أمه وأبوه منفصلين وهم صغار طيب يا جماعة يؤسفني أقول لكم إن أم ماتيو وأبوه تزوجوا للمرة الأولى وانفصلوا بس لحظة رجعوا لبعض مرة ثانية وتزوجوا من جديد بس برضو رجعوا انفصلوا مرة ثانية ولكن في المرة الثالثة رجعوا لبعض وقالوا خلاص الدنيا مش لعب الدنيا مش هبالة خلينا نتزوج المرة دي وخلاص معادنا نفصل أوكي أوكي ديل وتصافعوا على هالشيء يعني تيكنيكلي ماتيو مكانه أمه وأبوه ما كانوا منفصلين يس يس شكرا وبكذا صار عندنا اثنين من اللي تكلمنا عنهم أمهم وأبوهم منفصلوا ماتيو مكانهي وكيليان مورفي ماتيو عنده اثنين أخوان أكبر منه مايكل أخوه من أمه وأبوه وباتريك أخوهم بالتبني وعلاقته جدا قوية مع أخوانه مثل ما صرح في أحد اللقاءات حياته الدراسية ما كان فيها شيء يستحق الذكر سوى إنه طالب مشتهد ومثابر بل إنه ما عرف غير ولاية تكسس في حياته الدراسية من الروضة للابتدائية للمتوسطة للثانوية للجامعة كلها درسها في ولاية تكسس ولكن في سنة من السنوات لما كان في الثانوية راح درس سنة كاملة في أستراليا ضمن برنامج تبادل الطلاب وبعدها رجع لتكسس من جديد لأنه واضح إنه هالإنسان مرة يعشق شيء اسمه تكسس الجامعة درس في كلية علوم الراديو والتلفزيون والأفلام وحصل على شهادة البكاليريوس في هذا التخصص ويقال إنه كان يخطط إنه يدخل تخصص حقوق أو محاماه ولكنه سأل نفسه أكثر من مرة قبل يتخصص حقوق هل أنا فعلا أبغى هذا الشيء؟ هل أنا فعلا أبغى أكون محامي؟ ما أعتقد وبالفعل شال الفكرة من رأسه تماما وهنا درس يا جماعة القدعان أمثالي اللي يخبطون في أي تخصص في الجامعة أرجوكم ركزوا هذا مستقبل لا تصير دكتور لأن أمك وأبوك أبوك تصير دكتور لا تصير مهندس لأن أبوك أبوك تصير مهندس مثله ودرس ما تحب وتخصص في ما تحب أهم شي تسوي الشيء اللي أنت تحبه كيف بس وأنا مسوي محفز على راسكم المهم هذا بالنسبة لحياة ماثيو الأسرية والدراسية بعد كده عندنا علاقات الغرامية تعالوا خلونا نشوف هزين كم دخل في علاقة غرامية قبل ما يتزوج في العام 1996 مثل في فيلم اسمه A Time To Kill ومثلت معه الممثلة ساندرا بولوك وسامويل جاكسون وكيفين سبيسي بس سامويل جاكسون وكيفين سبيسي طلعوهم برا القصة مهم حكايتنا المهم أنه هو وساندرا أعجبوا في بعض أثناء تصوير الفيلم وبعد الفيلم ماثيو قال لها والعلمكم ساندرا أكبر منه بحوالي 7 سنوات تقريبا ولكن برضو هذه من مشكلتنا المهم توعدوا لمدة سنتين تقريبا ولكن لم تضبط معهم كعادة المشاهير يعني وسحبوا على بعض ولاحقا صرحت ساندرا وقالت أنه بعد ما انفصلوا ظلوا أصدقاء واستمروا على تواصل وإحنا عندنا الواحد حبيب توجزاعل معها تعطي بلوك في كل مكان وتحذف رقمه وتنشر عنه إشاعات في الصحف والمجلات الله المستعان أما في العام 2005 مثل في فيلم اسمه صحارة ومثلت معه الممثلة بينه لوبي كروز وبرضو أعجبوا في بعض أثناء تصوير الفيلم وبعد الفيلم ماثيو راحل عندها وقال لها alright 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 wanna grab some food with me وتوعدوا لمدة سنة تقريبا وبرضو لم تضبط معهم وسحبوا على بعض أما في العام 2007 مثل في فيلم رخيص اسمه سرفر دود أو سرفر دود شي زي كذا وكانت من ضمن طاقة من الممثلين ممثلة بسيطة اسمها كساندرا هيبرن وهي ممثلة من أصول فلبينية وصينية وبرضو الأخ أعجب فيها وهي أعجبت فيه وراح عندها وقال لها alright 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 wanna grab some coffee with me وبالفعل تواعدوا بعد الفيلم بس خمنوا كم جلسوا يتواعدون أبغاكم تخمنوا شهرين بس شهرين يا جماعة وسحبوا على بعض واضح إنه الأستاذ ماثيو جالس يتعلم من علاقاته السابقة واضح برضو إنه يحب يخوض تجارب مختلفة في العلاقات ساندرا بولوك أمريكية بنولوبي إسبانية كساندرا فلبينية من أصول صينية ويشاع برضو إنه واعد المغنية جانيت جاكسون وهي أخت الممثل أو المغنية الراحل عفوا مايكل جاكسون تنويع يا حبيبي تنويع كان بقيله بس يواعد واحدة من أصول عربية ويختم أم الخريطة حق الكرة الأرضية بس لحظة أنتوا تحسبونا خلصنا لسه باقي في جنسية جديدة جاء في الطريق وصبروا علينا بس في العام 2011 تقدم ماثيو لخطبة عارضة الأزياء البرازيلية كاميلا ألفس بعد مواعدة استمرت لعدة سنوات وفي العام 2012 تزوجوا رسميا في ولاية تاكسس مو قلت لكم هالإنسان يعشق شيء اسمه تاكسس وعنده منها ثلاثة أطفال ليفي وليفينغ ستون والابنة فيدا وعايشين في سبته ونباته وأمورهم زي الفل هذا بالنسبة لعلاقاته الغرامية وحياته الزوجية بعد كده عندنا دخوله إلى عالم الأفلام والتلفزيون وأهم الأفلام والمسلسلات اللي شارك فيها أول ظهور لماثيو في التلفزيون كان فيه إعلان بيرة لا 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 هذا مشهد من مسلسل True Detective بنتكلم عنه بعد شوي ستعرفوا منتاج وحركات أول فيلم مثل فيه ماثيو فيلم كوميدي اسمه Dazed and Confused واللي صدر في العام 1993 تقييمه تقريبا سبعة ونص من عشرة وما كان من بطولته أكيد كان جزء من هذا الفيلم ولكن هذه كانت أولى محطاته في الأفلام تدرون وشه الغريب في الموضوع أو في هذا الفيلم اللي هو أول فيلم له فاكرين هذه العبارة تبع ماثيو اللي دائما يقول فيها تدرون أنه أخذها من دوره في هذا الفيلم أول فيلم مثل فيه وستمر في استخدامها إلى يومنا هذا معلومة جديدة صح؟ شرايك فيني؟ المهم دوره كان جدا رهيب وأداؤه جدا جميل وعلى طول بعدها الفيلم لفت أنظار المخرجين والمنتجين وصلنا على الأفلام بشكل عام وعلى طول بدأت تجيه عروض مختلفة وشارك في أدوار ثانوية كثيرة من العام 1993 إلى العام 1995 أما في العام 1996 وصله أول دور بطولي له في فيلم اسمه A Time To Kill وهو الفيلم اللي تعرف فيه على ساندرا بولوك ومثل معاه ممثلين كبار في هذا الفيلم وهم سامويل جاكسون وكيفين سبيسي والدور أحداث الفيلم في ولاية ميسيسيبي الجنوبية حين يقرر الأب كارلي اللي هو سامويل جاكسون أن يحقق عدالته الخاصة بنفسه بعد ما فشل النظام القضائي في إدانة الرجلين الذين قاموا باغتصاب ابنته وتركاها على حافة الموت الفيلم ممتاز وتقييمه على موقع IMDb 7.5 من 10 فلذلك سجلوا عندكم هذا أول فيلم من بطولة ماثيو مكانهي لو حابين يعني تشوفوا كيف الممثل هذا بدأ أول دور بطولي له بعدها توالت عليها العروض ومثل في عدة أفلام ممتازة مثل فيلم الخيال العلمي كونتاكت واللي صدر في العام 1997 ويحكي الفيلم قصة الدكتورة آيلي أو إيلي ومحاولاتها في اكتشاف مخلوقات ذكية خارج الكرة الأرضية واللي صدر في العام 1997 ومثل في هذا الفيلم بجوار الممثلين الكبار مورغن فريمن وأنثني هوبكنز ويحكي الفيلم قصة واقعية لإحدى أهم قضايا تجارة العبيد في أفريقيا وأمستاد هو اسم السفينة الأسبانية اللي كانت تستخدم لنقل العبيد من هضانة في كوبا إلى العالم الجديد في أمريكا المهم يا جماعة أنه استمر في التمثيل بعدها في عدة أعمال وأموره كانت ماشية في السليم ولكن فجأة في العام 2000 أخونا ماثيو بدأ ينحرف عن مساره الصحيح وبدأ يتوجه للأفلام الرومانسية والكوميدية الرخيصة للأسف ما حد أعرف وش السبب اللي خلاه يتوجه هذاك التوجه ولكنه بالفعل مسك خط في هذه الفئة من الأفلام ومثل في فيلم رومانسي كوميدي بجوار المغنية جينيفر لوبيز في العام 2001 وأخذ تقييم تقريبا 5 من 10 وبعدها في العام 2003 مثل في فيلم رومانسي وكوميدي اسمه How to Lose a Guy in 10 Minutes وأخذ 6 من 10 وبعدها في العام 2003 برضو مثل في فيلم رومانسي كوميدي اسمه Tip Toes وأخذ تقييم 4 من 10 لا لا ما هي مافيو إلى أين وفي العام 2006 برضو مثل في فيلم رومانسي كوميدي اسمه Failure To Lunge وأخذ تقييم 5.5 من 10 إلى أين وفي العام 2008 برضو مثل في فيلم كوميدي اسمه Surfer Dude وأخذ تقييم 4 من 10 يا الله وبرضو ختاما في العام 2009 مثل في فيلم كوميدي رومانسي اسمه Ghost of Girlfriend Bast وأخذ تقييم 5.8 من 10 وخلاص بعدها وقف تمثيل مافيو حس إنه بدأ يتوجه توجه سيء أو إنه جمع فلوس بما فيها الكفاية من هالمجال الرخيص عموما عرف إنه مسار الكوميديا والرومانسية ما راح يبني له سمعة كويسة ولو استمر ماثيو في هذاك المجال برأيي كان صار مثله مثل آدم ساندلر وكيفين جيمس وغيرهم من المهرجين الثانين ولكنه قال لا كده كفاية كفاية هب الباقة برضو هذه الفترة أصلا بدأت تنتشر عنه صورة نمطية إنه ممثل كيوت ومز وجسمه مرة واو تخيل إنك ممثل وعندك موهبة والشيء الوحيد اللي يعرفونه عنك الناس إنك ممثل كيوت ومز وجسمك مرة واو هيل نو وبالفعل ماثيو أخذ إجازة من العام 2009 عن التمثيل لمدة سنتين وعاد بناء نفسه وقال خلاص أنا لازم أصير انتقائي لازم أختار أفلامي بشكل أفضل بعد كذا أما في العام 2011 رجع ماثيو للساحة بفيلم درامي رائع جدا اسمه The Lincoln Lawyer ويقدم فيه دور محامي يدافع عن أحد الأثرياء المتهمين في عدة قضايا وكانت فعلا عودة قوية وممتازة عودا حميدا يا كوتش مثل ما قلت لكم بعدها ماثيو صار انتقائي وصار يختار أفلامه بعناية ويحاول يبعد عن الأفلام الرخيصة ومثل بعدها فيه كم فيلم بعضها جيد وبعضها متوسط ومشيت أموره وبدأت تتلاشى الصورة القديمة السيئة عنه عند الجمهور أما في العام 2012 مثل فيه فيلم درامي اسمه Mud ويحكي الفيلم قصة Mud الشخص اللي يختبئ فيه جزيرة قرب إحدى البحيرات بعد ما ارتكب جريمة قتل في حق أحد الأشخاص اللي تقربوا من حبيبته السابقة تقييم الفيلم تقريبا سبعة ونص من عشرة والفيلم كان ممتاز جدا وأداء ماثيو كان رائع بما فيها الكفاية لدرجة أنه لفت نظر المخرج كريستفور نولند وصرح كريستفور نولند لاحقا وقال أنه اختار ماثيو لبطولة فيلم انترستيلر بعد ما شاف أداؤه الجميل في فيلم Mud وبعدها في العام 2013 حصل على واحد من أهم وأقوى أدوار الحديثة في فيلم Dallas Buyers Club واللي ترشح عنه للأوسكار وفاز فيها ماثيو يا جماعة خسر من وزنه حوالي 21 كيلو فقط علشان يقدم الدور هذا على أكمل وجه ويحكي الفيلم القصة الحقيقية لشخصية رون وودورف اللي يصاب بالإيدز ويقول له طبيبه أنه المدة المتبقية له من حياته هي فقط 30 يوم فيلم جدا قوي يا جماعة وأداء ماثيو كمان جاريد برضو كان رائع بما فيها الكفاية وترشح كلاهما للأوسكار كأفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد وفازوا الاثنين بالأوسكار عن أدوارهم في هذا الفيلم وفي العام 2013 برضو شارك في دور بسيط في فيلم المخرج مارتين سكورسيزي وولف أوف وول ستريت بجوار الممثل ليوناردو ديكابريو وبالرغم من أن دوره كان بسيط جدا في الفيلم إلا أنه كان لمسة جدا ممتازة وإضافة قيمة للفيلم أما في العام 2014 قدم لنا واحد من أروع لدوار الدرامية والمؤثرة في فيلم كريستفور نولان انترستيلر أو بين النجوم ما يحتاج أوصف لكم قدي إيش كان أداءه جدا جدا قوي في هذا الفيلم ولا سمح الله لا سمح الله عزيز المتابع عزيزة المتابعة لو بطريقة ما أنتم ما شفتوا فيلم انترستيلر للحين أحب أقول لكم بعد هالفيديو مباشرة روحوا شوفوا وآخر فيلم شارك فيه هذه السنة في العام 2019 فيلم اسمه The Gentleman فيلم جميل أنصحكم بمتابعته قدم فيه دور تاجر حشيش يحاول يتوسع فيه تجارته في ظل ملاحقته بواصلة محقق غريب أطوار أما في العام 2021 راح يشارك فيه الجزء الثاني من فيلم الانيميشن الكوميدي والعائلي والموسيقي سينك برضو فيلم جميل تابع الجزء الأول منه لو تحبون هذه النوعية من الأفلام هذا بالنسبة لدخوله إلى عالم الأفلام والتحولات الكثيرة اللي مر فيها والهبوط والصعود اللي حصلوا فيه مسيرته المهنية قبل انترستيلر مثل ماثيو في واحد من أقوى أدواره برضو ولكن في عالم التلفزيون والمسلسلات فيه مسلسل True Detective أو محقق فذ وأتوقع أن مشاركته في هذا المسلسل كانت نابعة من طموحه أنه يجيب جائزة الأيمي بجوار جائزة الأوسكار اللي حصدها وبالفعل شارك في مسلسل True Detective وهو مسلسل فلسفي درامي وتحقيق بوليسي ويقدم فيه دور محقق يحاول حل قضية غامضة وغريبة جدا بمساعدة صديق والمحقق مارتين أو الممثل وودي هارلسن طبعا مسلسل مكون من ثلاثة مواسم وكل موسم قصة مختلفة وأبطال مختلفين لكن أنا عن نفسي فقط تابعت الموسم الأول اللي كان من بطولة ماثيو دي هارلسن وفعلا كان موسم قوي جدا سواء من ناحية بناء القصة والتقلبات اللي تصير فيها أو من ناحية قوة الأداء اللي قدموه ماثيو وودي هارلسن فضلا عن الجريمة الغامضة واللي راح تخليك تتحمس أكثر وأكثر وانت تتابع المسلسل وتذكر عزيزي المتابع أني قلت لك في هذا المسلسل ماثيو قدم واحد من أقوى وأعظم أدواره وتقييم المسلسل تسعة من عشرة وبالفعل بعد أداءه في هذا المسلسل ترشح ماثيو لجائزة الأيمي هو والممثل وودي هارلسن ولكن للأسف هذه السنة كانت المنافسة جدا شرسة في حفلة الأيمي وخليني أقول لك مين هم الممثلين اللي كانوا ينافسون معاه في نفس السنة الممثل براين كرانستون عن دوره في مسلسل بريكين بات منافس شرس جدا وجيف دانيلز عن دوره في مسلسل ذا نيوز روم ما تابعته مسلسل صراحة بس اعطوني رايكم عنه في التعليقات لو تابعتوه والممثل جون هام عن دوره في مسلسل ماد من منافس شرس برضه والممثل كيفين سبيسي عن دوره في مسلسل هاوس أوف كارد برضه ممثل شرس ومنافس شرس وللأسف ماثيو في ظل هذه المنافسة الشرسة وبالرغم من ان اداؤه كان جدا قوي الا انه ما فاز بجائزة الايمي لان الجائزة كانت من نصيب براين كرانستون او العم والتر وايت ولكن كان لها الشرف انه يترشح بجوار هذه الاسماء الكبيرة ولو ما تابعتم المسلسل للحين يا جماعة ارجوكم ارجوكم تابعوه لانه واحد من اروع الاعمال اللي قدمها الاستاذ ماثيو مكانهي بس حطوا في بالكم ان المسلسل للكبار فقط خلونا نختم الفيديو ببعض المعلومات والمواقف الاضافية عن الاستاذ ماثيو مكانهي يمكن لاحظت مني اقول الاستاذ ماثيو وهالشي ماهو مجرد لقب من كيسي ماثيو مكانهي بالفعل استاذ جامعي وبتعرفون ليش الان في العام 2015 تم تعين ماثيو مكانهي استاذ زائر في جامعة تكسس وهي الجامعة اللي تخرج منها عام 1993 ومعنى استاذ زائر في حال انك ما تعرف انه تم دعوته للتدريس في الجامعة لمدة مؤقتة قابلة للتجديد او التمديد واستمر على هالمنوال من العام 2015 الى العام 2019 حيث تم اعتماد اسمه رسميا وبدوام كامل ضمن هيئة التدريس في جامعة تكسس والاستاذ ماثيو الان رسميا يدرس مادة اسمه سكريبت تو سكرين او من السيناريو الى الشاشة وهي المادة اللي كان يتمنى انه احد يدرسوا اياها ايام الجامعة والمثير للاهتمام والمبهج اكثر انه شارك في كتابة منهج هذه المادة ايش فيه احلى من كده انجاز نفس المادة اللي كان يتمنى انه احد يدرسوا اياها صار يدرسها للطلاب في الجامعة ومو اي جامعة نفس الجامعة اللي تخرج منها جامعة تكسس اشتاهل تحية اشتاهل تحية اشتاه ماثيو معلومة اضافية برضو في العام 2005 لما كان يمثل في الافلام الرومانسية والكوميدية الرخيصة هذيك وصفته مجلة بيبل كأكثر الرجال جاذبية للعام 2005 اكيد ولد مز ومعضل ومثل في افلام رومانسية وكوميدية طبيعي حياخذ هاللقب واخيرا برضو في موقف مضحك له ما هو محدد تاريخه بالضبط راحت الشرطة لبيت ماثيو بعد ما وصلتهم شكوى من جيران ماثيو عن وجود ضوضاء وازعاج صادرة من بيته ولما وصلوا الشرطة ودخلوا عليه في فناء البيت او في الحوش تفاجأوا ان الاستاذ ماثيو ديفيد مكانه عريان وفي يده سيجارة حشيش وجالس يقرع الطبول يسعد لي ام جوه كي شيخ اعتقلوه الشرطة ولاحقا خرج بكفالة وما دلوش صار صراحة لانه القصة ما هي كاملة بس نعرف هذا الجزئية عنها وعلى طار الطبول ما جات عبث هالحركة لانه ماثيو يحب الموسيقى وبالتحديد يحب العزف او الضرب على الطبول ضرب على الطبول يقرع الطبول يحب يقرع الطبول وبس والله بكذا نكون انتهينا من قصة هذا الاستاذ والمنتج والممثل الجميل شاركونا اراكم في التعليقات حول اهم الاعمال اللي تحبوها لهذا الممثل الرائع ويسعدني دائما قراءة تعليقاتكم الى هنا نكون وصلنا لهاية الفيديو يا جماعة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الاعجاب وتابعوني برضو على الانستغرام لو حابين تشاركوا في التصويتات القادمة وبرضو احيانا سوي بثوث وبعض الفعاليات اللطيفة فيب تعالوا هناك فبس والله كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم او في الاستيديو القادم